في احدث حلقات الدعم الامريكي لاسرائيل اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي قرارا يتم بموجبه تخصيص مليارات الدولارات لدعم المنظومة الامنية والعسكرية للاحتلال ووفق اعضاء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين على تخصيص ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار سنويا لاسرائيل تبدأ من الموازنة السنوية لعام 2019 وحتى عام 2023 مع جواز منحها اموالا اخرى عبر تحويلها من برامج الوكالة الامريكية لبرامج التنمية الدولية هكذا تتواصل حلقات الدعم الامريكي لجيش الاحتلال الذي تجاوز وفق الارقام الرسمية للكونغرس 90 مليار دولار اي ما نسبته 71% من اجمالي المساعدات الامريكية لاسرائيل وذلك منذ ان بدأ هذا الدعم عام 1948 وحتى نهاية العام الماضي وتتحكم في هذا الدعم ضغوط اللوبي المؤيد لاسرائيل في الولايات المتحدة اضافة الى حرص واشنطن على مواصلة تفوق تل ابيب عسكريا واقتصاديا في الشرق الاوسط ولا تكتفي واشنطن بدعم تل ابيب عسكريا واقتصاديا بل تدعمها سياسيا بكل قوة وكان اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس احد تجليات هذا الدعم والذي اشعل فتيل توتر لم تنطفئ ناره حتى الان اشتركوا في القناة